بسم الله والسلام على رسول الله السلام عليكم كيف نشاهدكم بخير للمشاهدة مع بعض حلوة اقتصادية حلوة جافة وبنينة بالبزال تؤلم هذا الوقت وكذلك جد اقتصادية وحاجة المليحة فيها انها يدون بيض وتقطع لك كمية لبس بها قداموا نشوفوا الديوطان اليوم ولكم متسويني شبكوا مونتاق هذو كل حلوين لحفظوني بسديدكم حلوية وانواع أخرى من هذا النوع بسم الله على بركة الله طريقة التحضير اول حاجة نخدم هذه الزبدة توجه البلد الساقطوني نخدم بزبدة صور ونطيق اي نوعه نحتاج 125 جرام زبدة طرية نضيف لها نصف كأس سكر نضيف لها نصف كأس زيت ونضيف لها رشة ملح نضيف لها ملح وكذلك ملحة كبيرة فانينيا ونضيف لها زبدة طريقة نضيف لها فانينيا نضيف لها ونخلط جميع المقادير جيدا سيضيف لها ملحة ثم نضيف لها نضيف لها المقادير الأخرى نضيف لها 5 دقائق نضيف الكوكا و خلطناه جيدا نضيف كيس خميرة كيميائية و نضيف العجين نضيف العجين نضيف كيس بلاستيكي نحل العجين نضيف كيس بلاستيكي ننصحكم بكيس بلاستيكي كيس بلاستيكي في هذا الوقت نضيف كيس بلاستيكي نقوم بلقصت بلقصة نقطع كامل الحبات بلقصة و أخير لكيس بلاستيكي مدة عشر دقائق ويكون صابتان واجد هنا بعد ما طابت صابتائي وبرد تماما نجيب الحبة شكل تاكي جدائر لا يجاعد بزيف ويجي الحبة قد ضغطها هنا نجيب كمية من المعجون اين معجون اللي تحبي اي معجون اللي تلغي درت معجون بذوق المشماش وليس تحبه مع حبة ومبعد خايتهم يشد روح اهمليه ومبعد نضغمها نجيب كمية من الشوكولات بذوق الحليب دوبتها عادي بفوق حمام مائي بدون اي اضافة بعد ما نضغنا الشوكولات نضيفها لجمغارة في زيت باش نخلط الخليط جيدا باش يخفيفة ونضغمها مع بعض نجيبه هذه الطريقة يجب نضغي الوجه فقط وننضغيها شجاع كامل بهذا الشكل وبعد ما نسقتها برد الشوكولات جبدة نجيب كمية من العجون نضغي الجوانب باش تكون حدنا الحبه فيني هنا اذا كان صعب يتحكم في الداخل غوفراد في الجوانب ديوتانيك غوفراد ولكن نضغط الجنجلين في الجوانب ديوتانيك ديوت جنجلين المهم الديكول من الفوق يتبع شدتي في الحشوة انا كما لاحظت كمية من الكوكول سوف نزيل فيها في الجوانب مع بكمية من الكوكوليكون محمد ومرحيد سوف نكمل بهذه الطريقة نكمل كامل وماذا بكم تفتوغي الحبه غير متحت باش السطح يبدأ يقعد لنا أملس ويقعد لنا بيان فيني سوف نكمل كامل وبعد نذهب إلى طريقة التلزيم هنا كما لاحظت هذا هو الملتع السيليكون اللي خدمت بيه على شكل بابيون نضغط مع بعض نخدمه في نسو تحت القاطو كما لاحظت الشوكولي اللي خدمت بيها غير يدتها فلابوش ودتها على شكل خطوط وحضت هذا البابيون مرفوك سوف نكمل بهذه الطريقة وكمل كامل الحبهات اللي عندي كما لاحظت هذا هو الشكل نهائي بعد ما كملتها وزيدها بها الطريقة ستقوني جبنين جاش باب وشوفوا الشكل هراقي وجد اقتصادي انتم في هذه المرحلة سوف نقسم لكم الحبه بيشوفوا الشكل في جدائر وتتقوني جيبنين بالبزيف وهذه الحلوات والبزيف الأخوات اللي عنهم الحساسية من البير ولكم بالبزيف هنا عندي ملاحظة لكن انتم بغير داركم وللوليداتكم تستغلوا على كميتات الشوكولة وترمدوا كامل الحبه في الكوكا ومحمص ومرحي تاني كي تجيكم طريقة شابه وابنينة اما بالنسبة لعدد الحبهات هذه الكاميشها قطعت لي قطعت لي اكثر من 30 حبه تمنى ان شاء الله وصفت عنها اليوم عجبتكم تمنى ان شاء الله كنت خفيفة ضريفة عليكم وكما لي نقولكم الى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة